نمضي إلى صحيفة الانتباهة ومنها نقر الغرف الصناعية تهدد بوقف طرح السلع في الأسواق وإيقاف الانتاج في تفاصيل الخبر هدد اتحاد الغرف الصناعية الحكومة ووزارة المالية بإيقاف طرح السلع للجمهور في السوق كما هددت الغرف بإيقاف عجلة الانتاج في حال رفضها لاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إلغاء ضريبة رسوم الانتاج وخفض الفئات الجمركية وإلغاء الضريبة على المحروقات وتفعيل قانون التنمية الصناعية حذر رئيس الاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس حذر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثة منسوب الاتحاد بعدم كسر الاضراب الذي سيحدد عقب تنفيذ الخطوات المعلنة قبل الوصول إلى مرحلة إيقاف البيع والانتاج توعد عباس منسوب الاتحاد الذين يعملون على كسر الاضراب باتخاذ إجراءات وصفها بالقاسية في مواجهتهم تصل حد الفصل من الابتحاد وشن عباس هجوما لاذعا على وزارة المالية وقال إنها لا تدري بأنها تقتل بقرتها الحلوب ولفت إلى أن تحريك سعد الدولار الجمركي من 445 إلى 564 جنيها لن يقف عند هذا الحد ومع رسوم الخدمات الأخرى سيصل إلى 35% إضافة إلى الرسوم والجبايات الأخرى ليصل جملة ما تأخذه الحكومة من المنتج إلى 70% الحكومة تتحصل على 70% من قيمة المنتج بحسب الغرفة الصناعية كيف سيستمر هذا القطاع في الانتاج في ظل هذه الظروف؟ مع احترام الشديد لعبارة منتج ومفردة منتج وطبيعة عملية الانتاج نفسها ماذا ينتج السودان على مدر خمسة سنوات الماضية؟ كل ما يتم إنتاجه على مستوى السودان حقيقة هو ما نشهده ويرتبط بفكرة الطعام والشراب ما أكثر عليه التسلسل الذي اتخذته الغرفة الصناعية من إعلان إيقاف البيع والشراء وإيقاف الوصول للإضراب هي خطوات طبيعية في سبيل الحصول على الحقوق منسو بيها وهو أمر له بعدين البعد الأول يكشف حجم الفراغ التي خلقه عدم وجود نقابات لحماية منسوبي الكثير من القطاعات في البلاد الأمر الثاني يعكس بوضوح أن الدولة قائمة بالفعل على فكرة حلب جيب المواطن المنتجة بالتأكد السبعين في المئة ستظهر في سلعة المنتجة ستنزل السوق للمواطن بالتالي مزيدا من هدك جيب المواطن وينهاكه ومنهك بالأصل من الواضح أن هناك متواطئ حكومي إنقلابي على جعل حياة المواطن السوداني جحيما عموما الخطوات التي تتخذها هذه الغرفة لن تكون الأولى سبقتها الكثير من الإضرابات مشت في هذا الاتجاه قوي لفترة كان المئات من العمال على مستوى 6 وسدود في السودان المضربين في سبيل تحسين أوضاعهم وإعادة امتيازاتهم التي فقدوها بسبب نقلهم من بزارة الريو المارد البشرية إلى إدارة أخرى فقدوا من خلال الامتيازات تبع هنا أكثر من أربع ألف عامل في شركة السكر في ضراب مفتوح يتحدثون فيها عن تحسين أوضاعهم ومتأخرات ربما من يناير وفبراير ومرنا بيونيو ويونيو الماضي كل هؤلاء يبحثون عن مطالب واستحقاقات لهم التعكس بوضوح حجم الأزمة في قطاعات حساسة من الواضح أن المليسون على دست الحكم في السودان الآن لا يستشعرون سوى المخاطر المساث بكراسيهم ومقاعدهم وانقلابهم ودون ذلك لا يهتمون به دخول هذه الغرفة بالفعل إلى المرحلة الأخيرة من عملية الإضراب ستكون حلقات الأزمة في السودان حتى غرفة المسؤولين دخلت في الغرفة الآن تلحقها الغرفة الصناعية والحكومة لا تحرك شاكلها بتأكيد هذه حكومة حرصة على كل التكتيكات بالرصد للتكتيكات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتصريحات الإعلامية من 25 أكتوبر وحتى اللحظة إما في محاولة التلمع المتبرير وتسويق لسلوك مسؤول أو لتوضيح مكاسب فئات مجتمعية محددة يسعى المسؤول لخب ودها لكن لا تحدث عن دولة هؤلاء حريصين فقط على مقاعدهم وامتيازاتهم التي تحققت بعد 25 أكتوبر في الاستيلاء على الحكم في السودان والحفاظ على هذه الامتيازات المضي بها قدما السبعين في المئة التي تحدث عنها هذا الرجل وتحدث عنها الغرفة الصناعية والتي ستعود ضمن الجبايات الأخرى التي تأتي إلى جيوب الحكومة السودانية في ماذا تنعكس؟ لا نجد تجودا في الكهرباء واستقرار في الخدمات التي تحدث بشكل عام في المياه التي لا دعي للمواطنين إصارت قلقهم بسبب العكارة في المياه حتى الدولة ليست حريصة على تقديم الحد الأدنى من خدمات حتى تبرر الحصول على هذه الأموال من الواضح كما قلت لك أن إلى متى سنظل في هذا الوضع؟ حتى إسقاط الانكلام وهل سيزقون؟ بالتأكيد بالتأكيد